توفيت السيدة خديجة قبل الهجرة بثلاث سنوات بعد البعثة بأشر سنوات أشر سنوات من التعب أشر سنوات من الجوع أشر سنوات من الهم ومن السعي خلف الدعوة ومن سوء العيش وهذا ليس اضطراريا يعني هناك إنسان يعيش تعبا اضطراريا هو لا يجد راحة يحتاج أن يتعب وهناك من يعيش جوعا اضطراريا هو إنسان فقير لكن السيدة خديجة لم تكن جائعة كانت غنية من أغنى أهلي قريش فلم يكن ذلك عن ضرورة لكن كان عن عزيمة وكان في سبيل الله رضي الله تعالى عنها حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي يبكي عليها ويذكرها حتى توفيه صلوات ربي وسلامه عليه وهذا يدل على الوفاء هذه هي قصة الحب الحقيقية ما بالنا اليوم نفتخر بروميو جوليت ونفتخر بالقصص الخرافية هذا هو الحب الحقيقي الحب الحقيقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذبح نبيحة أخذ جزءا منها وتصدق به وقال اللهم صدق لخديجة بعد سنين من وفاتها كلما ذبح ذبيحة أخرج جزءا من اللحم وقال اللهم صدقة لخديجة تقول عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة فاهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش لها ببردته وقال لها كيف أنت كيف حالك ماذا فعلتم بعدنا اهتم بها اهتماما كبيرا وكانت مرع جوز يعني مرع جوز كبيرة في السن جدا فقالت بخير والحمد لله بأبي أنت وأمي رسول الله يعني قالت له كيف تهتم هذا الاهتمام بي كيف تعتني كل هذه العناية فرش لها رداءة صلى الله عليه وسلم وقال كيف أنتم كيف حالكم كيف أنتم بعدنا فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن هذه المرأة فقال كانت تأتينا أيام خديجة كانت تأتينا أيام خديجة تكريما للسيدة خديجة لأنها صديقتها كانت تزورها ما نسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام حفظ العهد من الإيمان يعني حفظ عهد المودة حفظ عهد الحب من الإيمان ترجمة نانسي قنقر